السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء جدع مشترك علمي كتاب مرشدي في اللغة صفحة 47 الإنشاء تخيل الراوي الذي يصف مدينة شفشاون كان يصفه في مدينة شفشاون ثم فجأة صادف هناك شخصا حكى له قصة غريبة وقعت له في المدينة احكي أنت القصة حتى لا أطيل عليكم هذا هو الموضوع كنتمنى أنه يكون كيبا لكم أخوان هذا هو موضوع وأنا أقرأ عليكم القصة وقفت بجانب بحيرة قريبة من جبل أشقر الذي كانت المياه تتدفق منه وزرقة المباني وضياد السطوح واللون الأخضر لكل نبستين هناك جعلت مدينة شفشاون لوحة فنية يعزز الرصام أنه يخطي عريشته ليصنع ماتيلها وبينما بصري تدحرج في المدى البعيد حيث السماء والمنعرجات والتواءات دروب المدينة القديمة الجميلة وحيث اندهاشي وعجبي لكل هذه المناظر لمحت شخصا غريبا يقترب مني وفجأة وأنا أستدير لأغير وقفتي وجدت قد مد يده لمصافحتي وقد جلجلت ضحكته اهتزت لها نفسيتي وقلت في خاطري هل أنا أعرف هذا الشخص تذكرت أنني لم أعرف أبدا وفكرت لكن عبدا لم أقدر على استرجاع صور الأشخاص الذين مروا من حياتي وكأنه أدرك ما بي فاقترب مني وهمث أنا جارك في الفندق لا أخفي عليكم استولى علي الخوف فقد كانت نظراته تاقبة وابتسامته صفراء بليدة وتيابه رت ويداه ترتعشان ثم جلس على صخرة فجلست بجانبه أرقب حركاته وأنينه الداخلي كان المطر يتساقط غزيرا اقتربت منه قليلا وأنا أحاول التنفس ولم أقوى على ذلك فالرجل غريب جدا وجهه جاف وعيناه جاحضتان ورأس دائري لا مكان للشعر فيه نحيف يسعل بين الفينة والأخرى أدركت أنه يحمل قصة قصة حزن كبير أتمنيت أن يتكلم حتى ينزاح ألمه ببوحه ووسط هذا الصمت الرهيب المطلق قلت له أترك همومك الموجعة وكن شجاعا وقل لي لماذا كل هذا الحزن في وقت ما لا أدري في أي يوم ما لكن الشهر والسنة ما زلت أذكرهما جئت إلى شفشاون أنا وأسرتي زوجتي فاطمة وولدي ولدي محمد وابنتي زينب جئنا لنقض العطلة نظرت إليه وأنا أبتسم وفي اليوم الأول والثاني ونحن في قمة السعادة تجولنا وسط المدينة وفي أسواقها ودرجها ودروبها الديقة وعقبات أزقتها دهبنا دهبنا حتى إلى أراضيها ووسط أشجارها الكتيفة وكنا نعود في كل مساء إلى الفندق نفس الفندق الذي أنت نزلت فيه ونفس الغرفة التي أخذتها لنفسك كنت أنظر إليه وأنا أتابع حديثه ودقات قلبي تشتد لأنني كلما دققت في وجهه كان يبدو بشكل آخر غير أنه يتابع حديثه حتى التاسعة تذكرت حتى التاسع من يوم الأربعاء عند منتصف شهر غشت لسنة 2004 ميلادية كان الفندق قد قام صهرة فنية لموسم الصيف حضرها فنانون كبار وشخصيات بارزة وفي الصهرة لم أجد زوجتي لم أجد زوجتي أين ذهبت وهل تكون قد آوت إلى فراشها بحثت عنها بين المدعوين بل صعدت إلى الغرفة وأنا أهرول ولم أجد لها أطارا صعدت إلى الغرفة وأنا أهرول كالمجنون فلم أجد لها أطارا حتى أبنائي اختفوا جميعا وبلهفة سألته وماذا فعلت بعد إذن؟ في ذلك الليل البارد فكرت ثم فكرت في كل ما هو قبيح عندما سمعت بداية القصة توقفت توقفت كل المشاعر في داخلي الخوف والبكاء وغرقت معه في كل الأفكار المتشائمة في صباح اليوم التالي خرجت المدينة برمتها تبحث عن الأسر المفقودة بداية من الفندق إلى الشارع الديق وعبر المنحضرات وخلف جبال شفشاون وفي عمق قنطرتها بل إن السلطات أمرت في غوص أوديتها وقصباتها بل ذهب الرجل الغريب حتى إلى مسجدها حيث صلى فيه بكى ودعا ربه أن يعينه على محنته سألوه المار سألوه هل سألت أصحاب التكسيات ربما تكون قد غضبت من شيء وقررت العودة إلى بيتها لكن عبتا عصروا على ملابسهم كاملة في الغربة حتى هواتفهم إذن أين اختفوا نظر إلي وقال في ذلك التاريخ بدأت رحلة مع أسرتي وعدت وحيدا إنها أبشع لحظة حياتي ولم يعد شيئا يستهويني ضاقت علي مدينتي التي فيها ولدت وطرعرعت وارتبطت وأصبحت أبا ورجلا ناجحا وتتبددت أحلامي ودعت كل شيء حينما جئت زائرا إلى شفشاون وعدت منها يتيما فقد كانت لي أسرة وكانت أسرته هي وطني وكلما عاد الشوق إليهم أعد إلى شفشاون علني أجدهم مرة أخرى لكن ألاف الناس جاءوا ثم دهبوا إلا هم ترجمة نانسي قراءة شكرا